السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليمه اليوم سنتكلم عن الزهري وسحر التفريق سحر التفريق أغلب يكون في المنزل مركز على العائلة تشتيت العائلة واحد ما كيحمل الواحد يعني أحد لا يحب أحد في العائلة في المنزل أكثر تشجار يومياً الرأي متشتت يعني كل أحد في المزيد تجده يفكر تفكير آخر يعني مختلفين في التفكير ومختلفين في الرأي ولا أحد يشاطر الرأي الآخر يعني عائلة ولا أحد يشاطر الرأي الآخر هذا الأغلبية تكون تشتيت العائلة وخصصاً الزهريين يعانوا من هذا المشكل يأتوك أفكار للهروب من المنزل والخروج والنفور من المنزل لا يحبون الجلوس مع العائلة يعني أغلبية العائلة لا تحب الجلوس بعضها وبعضاً يحب الوحدانية ويحس براحة لما يكون وحدها يعني لما يكون جلساً وحدها العائلة تكون مشتتة وكل أحد جلس وحده يحسون بالراحة كره الأبناء بدون سبب هذا من الأسحار لتشتيت العائلة كره الأبناء بدون سبب وشتم وشجار يومياً سحر يوجد في المنزل أو على المنزل خارج المنزل يكونون كالأحباب وداخل المنزل يكونوا كالأعداء يعني لما يكونوا في المنزل يكون شجار ويخرجون من المنزل يحسون براحة أو يسألوا بعضهم عن بعض ولكن لما يدخلوا المنزل كالأعداء لا يتكلمون في المنزل تجد كل واحد بصمت لا أحد يحب الأخر خصوصاً في الأعياد الدينية تجدهم الشجار في الأعياد الدينية مثلاً في الأعياد في العيد أو في رمضان في رمضان تجدهم الشجار وعدم تفاهم فرضين في المنزل الزوجان تجدهم بدون حب وبدون سلام في المنزل دائماً الشجار ودائماً النفور ودائماً الوحدانية ويحبون الوحدان ولكن لما يخرجوا من المنزل ويتكلمون ولكن لما يدخلوا المنزل كأنهم أعداء وهذا يؤثر على المرأة الزورية كثيراً لأنها يؤثر عليها كثيراً يؤثر عليها بالأسحار فتجبرها يعني وحدانية وتحسب أنك أنها وحدها وزوجك أنها لا يساندها فهناك دائماً شجار ونعدام الطيقة ومشاكل يومياً في أي شيء تكلمت يوقع الشجار في أي شيء يعني يوقع الشجار في المنزل هذا يسمى بسحر التفريق وأغلبية سحر التفريق يأتي من عند الحاسد إنسان يحسدك يحسدك على النعمة مثل النعمة الزواج وهذا يأتي من عند شخص حاسد هذا تلقاء يعني هذا الناس يعني لما يسمعون آيات الحاسد يتأثرون المشكل لما يكون العائلة كلها يعني العائلة مشتتة كلها يعني نحن نتكلم عن ستة أفراد سبعة أفراد تمانية أفراد مشتتة يعني كل أحد في مكان ولا أحد يسأل عن أحد ولا أحد يحب أحد يعني العدام الحب والعدام والكراهية والمشاكل والشجار والحسد يعني وهناك من يؤثر عليه السحر المشكل أفراد من العائلة لا تكون يعني تذكر الله وتحسب أنها وتكون محطوطة في هذا الفخ فرض من أفراد العائلة بعض الأفراد تجدهم يقرأون القرآن ويقرأون يوم يذكرون الله ولكن بعض الأفراد متهاونين فيؤثر عليهم ويكونون فريسة سهلة إلى الشيطان لكي يتحكم بهم ويخدمون هذا السحر لكي تنجى من هذا المشكل صورة البقرة يوميا في المنزل إذا كان عنك الشجار صورة البقرة يوميا في المنزل قراءتها وهو تقرأ آية الكرسي 101 أو 100 مر تقرأ آية الكرسي 100 مر يوميا الذكر هو الأفضل ذكر لهذا المشكل هو حسبون الله ونعم الوكيد تقولها بسيغة الجمع لأن العائلة وأنت أو زوجك وأنت حسبون الله ونعم الوكيد حسبون الله ونعم الوكيد بكثرة يعني بعدد كبير يوميا يسجد ويدو إلى الله سبحانه وتعالى أن يفك هذا السحر عليك ولكي تطرد الشياطين من المزين فما عليك إلا بصورة البقرة يوميا هذا كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء